فعقد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية مؤتمرها الجماهيري الثاني والأخير بمدينة بنها يأتي هذا المؤتمر الجماهيري ضمن سلسلة المؤتمرات الكبرى التي يجريها الحزب لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي لفترة ولاية جديدة وللمزيد ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصرية باسم أبو العنين باسم هلك أن تطلعنا على آخر التطورات الخاصة بالمؤتمر الجماهيري اليوم الذي ينعقد في بنها تحياتي إليك من مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية نعم كان لدينا اليوم مؤتمر جماهيري حاشد قل ما يوصف به بأنه كان تظاهرة حب من المواطنين تجاه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المرشح الرئاسي والذين جاءوا من كل حد وصوب في نطاق المحافظة هذا المؤتمر الجماهيري الذي عقده ونظمه حزب مستقبل وطن هنا في القليوبية والذي يعتبر المؤتمر الجماهيري الثاني حيث عقد المؤتمر الأول يوم 11 من نوفمبر الجاري جاء هذا المؤتمر بحضور جماهيري موسع من القيادات الحزبية والشعبية في المحافظة وكان لدينا الألاف من الجماهير وتحدثنا مع بعض الجماهير وتحدثنا مع بعض النواب والذين أعربوا عن مدى سعادتهم بهذا المقدار الكبير من الوعي الذي أصبح لدى المواطنين وهو الأمر الذي كان يدعو إليه وينوه عليه دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة رفع سقف الوعي لدى المواطن المصري ليختار بإرادته وليختار بإدراكه المباشر من دون أن يملي أحد عليه ما يختار وهو ما رأيناه اليوم في تظاهرة الحب الموجودة هنا في هذا المؤتمر الجماهيري طبعا هذا هو المؤتمر الجماهيري الثاني والأخير لمستقبل الوطن هنا في القليوبية وبعد ذلك تبدأ حملة طرق الأبواب وتهدف في الأساس إلى تعريف المواطن البسيط بحقوقها دستورية وبضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات وطبعا الجميع يتحدث عن إنجازات المرشح الرئيسي السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما يراه المواطن رأي العين من إنجازات حدثت خلال الفترة القادمة والمواطنون أعربوا عن سعادتهم وعن تمنيهم بأن تستكمل الإنجازات وأن تستكمل النهضة التي تحدث في جميع ربوع جمهورية مصر العربية إليك أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين شكرا جزيلا على هذه المتابعة الوافية